لو حد جي وتحامق عليك ما تتكلمش قبل ما تقول ثلاث مرات اللهم أنت صاحبي في حياتي وسندي في كل أوقاتي فأسألك مددك لي بالحلم تقول كده ثلاث مرات قبل ما تتكلم لما حد يتحامق عليك وتالت حاجة إنك تكون في اليوم ثلاث مرات في اليوم تكلم ربنا تكلمه وتطلب منه إن هو يكون يريك معيته لك والتالت مرات دي تقول بعد الفجر وتتكلم مع الله عن السعادة وعن حبك له فتقول له يا سيدي ومولاي أنا أحبك وأعبدك لأنك ما زلت معي على كل رعونات نفسي وما زلت معي وتسمعني وما زلت إذا ذهبت واكتأبت تدبر أمري وأنا في اكتئابي حتى إذا عدت إليك وجدتك تقبني وجدتك تفرح بعودتي ولا تحاسبني على سوء ظني وسوء فهمي وسوء نظري إليك فاللهم جمّل قلبي بدوام الحلم والأنام تكلم ربنا خمس دقائق بعد الفجر وتكلمه خمس دقائق بعد العصر وخمس دقائق قبل النوم إذن إنت لازم الإجراءات التلاتة دي تمشي بيها في حياتك مع الأيام ومع الاستمرار في ده هيكون عندك سر بينك وبين ربنا وعشان كده نكرر عليكم الإجراءات التانية عشان تلتفت إليها يبقى أول حاجة ببساطة خالص إذا حصل لك ضغط تصلي على النبي من ثلاثة لسبع مرات وتفضل تصلي على النبي من ثلاثة لسبع مرات لغاية ما تحس ببرضة الطمأنينة حصل في قلبك تاني حاجة تعمل إيه قلنا تاني حاجة إن لو حد تحمق عليك ما تتكلمش قبل ما تقول اللهم أنت صاحبي في حياتي وسندي في كل أوقاتي فأسألك مددك لي بالحلم تالت حاجة إن أنت في ثلاث مرات في اليوم تكلم ربنا تكلم ربنا بعد الفجر وتكرم ربنا بعد العصر وتكلم ربنا قبل النوم وتقول له إيه تقول له يا سيدي ومولاي أنا أحبك وأعبدك لأنك ما زلت معي مع كل رعونات نفسي وما زلت معي وتسمعني وما زلت إذا ذهبت واكتأبت تدبر أمري وأنا في اكتئابي حتى إذا عدت إليك وجدتك تفرح بعودتي ولا تحاسبني على سوء ظني وسوء فهمي وسوء نظري إليك فاللهم املأ قلبي بالحلم والأنا لما تعيش كده أنت هتجد نفسك بدأ ينتشر الحلم والأنا في قلبك والله سبحانه وتعالى يعطيك أعظم ما يعطيه لعباده ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ترجمة نانسي قنقر